لم تشفع سنوات التعايش الطويلة في القرى والأحياء الشعبية بين المسلمين والمسيحيين في كبح مشاعر الغضب الشعبي الذي يثور بين الحين والآخر ووقف ظاهرة التعدي على الكنائس ودور العبادة المسيحية لسيما في صعيد مصر بحجة أنها غير مرخصة المتطرفين اللي كل شوية ما يحسوا أنه المكان ده بتصلى فيه يبتدوا يعملوا هيصة يستغلوا صلاة الجمعة للأسف الشديد فيهيجوا العامة والبسطاء بأسلوب معين ده مش موضوع تسامح خالص ده موضوع أن الناس دولت عندهم فأرف حاجة معينة فالناس دي بتعوضهم بالتالي بيروحوا يفجروا بيروحوا يعملوا الحاجات دي أسباب الاعتداء أنه هو بيبقى عدم محبة بس بالنسبة للناس البسيطة بتبقى الناس مخدوعة يعني بيهموهم إن باسم الدين لم يأتي الاعتداء الأخير على كنيسة الأمير تدرس بأطفيح وما سبقها من أحداث مماثلة تتكرر في قرى الجنوب من متشددين لكنه جاء من مواطنين عاديين لم تصل إليهم دعوات الإصلاح والتسامح الديني على ما يبدو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي تمام؟ والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه طيب الفعل ده أو الاعتداء على الكناس سواء في الماكن الشعبية أو في غيرها هو ده حاجة ترد ربنا ولا تغضبه؟ لا هو تغضب ربنا فهو ده هجرة لو هو مسلم فعلا مش هيعمل كده الاعتداء الكناس طبعا ليس سلوكا عاما أو ممنهجا من قبل المصريين لكنه سلوك شاز وغريب تقوم به بعض التيارات التي لها مصالح سياسية في إثارة مثل هذه النعارات الطائفية البسطاء في مصر متسامحون لكن يجري استغلالهم بشكل قصري خاصة استغلال بعض الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد هناك طبعا ضرورة لتجديد الخطاب الديني بشكل منفتح بالنسبة لمن يتصدون لهذا المنهج لذلك هناك ضرورة لتجديد الخطاب الديني بين الفئات البسيطة والمهمشة من أجل يعني إعلاء قيم التسامح وقبول الآخر رغم دعوات تجديد الخطاب الديني والإصلاح يستمر الاعتداء على الكنائس التي يواجه بعضها تأجيلا وتسويفا من قبل السلطات للترخيص لها والاعتراف بها وفقا لمسيحيين يسين النجار اليوم على الحرة القاهرة